السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في سلسلة دروس للوغة الإنجليزية للباكالورية من أجل تحضير للإمتح الوطني درس اليوم غايز غايقون على يونيت 2 communication هو express the lack of understanding and asking for clarification هاد الexpressions كما عارفين تيكونوا expressions في كل يونيت تيكونوا خاصين بشي حاجة اللي كتعلق بcommunication بالتواصل وكيخصصكم أنكم تعقلوا علي ذو كل expressions وتعقلوا لأيناهم اللي كنستعملوا في مثلا expressing bad news, expressing good news, expressing lack of understanding asking for permission, etc كل يونيت يكون واحد expressions اللي خاصين بواحد الحاجة اللي كنستعملوا في التواصل اليومي ديالنا ما تتفهموا شي حاجة شحد قال لكم شي حاجة وما فهمتوهاش كتقولوا ليه أنكم ما فهمتوهاش وتتطلبوا منه أنه يشرح لكم شنو قال يعني عدنا for example expressing lack of understanding مثلا I beg you pardon يعني هذي كتستعمل قليلة صراح ما كتستعملش بزيب ما كتكونش common يعني قلال الناس اللي كيستعملوها كتعني أنني زي ما كان عتادر منك حينتش ما فهمتك شنو كتقصد كينا I don't quite understand و I'm not quite sure I know what you mean I don't quite see what you mean هادو 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 الربعة وكنفضل هات ثلاثة تاخدو وحدة فيهم و اللي تدروه too simple يتخلوها غير I don't understand اللي كل شي كيقولها مثلا أنت يقولك شي واحد شي حاجات تقولي I don't understand هي اللي تخلوه بقوا تستعملوها إلا كتبتوها هككرا صحيحة في الجواب يعني كتعرفوا أنكم كتبتوا واحد الجواب اللي صحيح و متأكدين منه يعني كتستعمل بزيب I don't understand I don't understand ولا I am not sure I know what you mean ولا I am not quite sure I know what you mean اكسترا المهم وحدة فيهم تعقلوا عليها تبقوا تستعملوها تستعملوها فاش ما تفهموش الواحد شنو قال لكم ولا في المتيحان إلا قالوا لكم express lack of understanding تكتبوا ليهم I don't understand ولا I don't quite understand المهم تعقلوا عليها وحدة فيهم الوقت اللي بغين يطوروا المهارات التواصلية ديالهم في اللغة الإنجليزية قدروا يحفظوهم كامل باش يبقوا يستعملوهم ديما asking for clarification هي فاش ما تتفهمش الحاجة كتقول لي راني ما فهمتش و كتطلب مندك الشخص انه يشرح لك شنو قال يعني مثلا هنا تتقول لي what do you mean كل شا غير يعرفها غير من النغنية ديال Justin Bieber like it's famous تيقول what do you mean هنا اتتعقلوا عليها what do you mean يعني شنو كتقصد could you say that again يعني وش ممكن تعودك شريك لتي مرة اخرى can you explain more please يعني ممكن يشرح لك كتر وش ممكن يشرح لك كتر و do you mean هاد do you mean امتا كتقولها الى كان عندكم واحد background مزيان في اللغة تقدر تقول لي do you mean كده 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 يعني ذاك شريك تفهمتي و guys هالدرس سهل بزاف يعني خاسكم تعقلوا غير على وحدة في expression lack of understanding فاشتط اكسبرسي واناكم را ما فهمتوش وواحد الاكسبرشن وحدة ديال انكم كتطلبوا من ذاك الشخص انه يشرح لكم كتر او يعاود يقول لكم ذاك شي اللي قال باش تحاولوا انكم تفهموه كتر يعني غي خاسكم تتعقلوا غير على وحدة وحدة وكما قد لكم الى كنتوا بغين تطوروا المهارة التواصلية ديالكم او لونجلي ديالكم تقدروا تعقلوا عليهم كاملين اشتبقوا ديما تستعملهم ابرقاء على اكزامة اكزامبولز اكزامبولز مثلا ديالدكتور تيك ديس بيل وانس امورنين بفور بريكفست وانس بفور يسليب البيشن يعني المريض يقول اي دونت كويت فولو يو كودي سييد دار اغان هنا تتقول لي يعود يقولها لك هنا lack of understanding هنا asking for clarification Taylor I am sorry but I think I lost your jacket client يقول I beg your pardon do you mean it's not here يعني قل لي انا را كان ضن انني تقدرت لجاكت ديالك يقول لي I beg your pardon واش تقصد ان هز عما ما كينش هنا يعني like you are asking for more clarification وقايز كما قلت لكم قبل في الفيديو اللي قبل ديال communication في unit 1 قلت لكم ان هاد الexpressions ديال communication تيجو يا اما علاجوا الشكل في الامتيح الوطني يا اما تيعطوكم هكا واحد الstatement تتطلب واحد تتجاوب تتكتب هاد الجاوب انت يخص تكتبوه الحالة الاخرة اللي ممكن يجي في هاد التمرين تيجي لحالة تيكون تابلو فيقع الexpressions مختلفين واحدة ديال request واحدة ديال asking for permission etc تيجولو لكم كل واحدة تربطوها مع زعم الكاتيجوري ديالها واش هي expressing good news ولا واش lack of understanding ولا واش request ولا واش opinion etc so guys thanks for watching can تمنى تكون فهمتو like it was واحد درس اللي ساهل بزاف خاسكم ضروري تعقلو غير اله وحدة من كل كاتيجوري يعني كل expression وحدة من كاتيجوري باش تقدرو غير تجاوب عن انتيحا ولكن كنتو باغين كما قلت لكم تطور اللغة ديالكم الاحسن أنكم متقلو اليوم كاملين guys don't forget to subscribe to my channel in order to receive all my videos and good luck with your studies استقلو هاد الفرصة ديال رمضان ديرو شي plan قدري يعامون كوم المراجعة ديال امتيح الوطني ان شاء الله يكون خير and take care of yourself